تفضل أخي أنت معي تفضل اي نعم بس أخوي أنا عندي يعني كيستفسار على مثل الشيء تفضل يعني بك الآن إيش الاختلاف بيننا وبينكم حنا يهد السنة ما هو الاختلاف اي نعم الاختلاف يبدأ من الربوبية إلى أصغر شيء إلا يعني توصل هؤلاء الأمور يعني نعم كذ يعني هذا يحتاج لبحث طويل بس أعذرني رح أتكلم إليك بطريقة مختصرة جيد ما هو مشكلة إذا تحب تشوف أنا عندي محاضرات جيد عن هذه المواضيع اي نعم يعني مثلا أنت ربك مجسم ما معناه مجسم 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 يعني عنده إيديا عنده رجليا عنده أصابع عنده أنف عنده عيون عنده فم يسمع يتكلم يجلس على كرسي كرسي يسوي أطيط يمشي يصافح طوله ستون ذراع هذه صفات ربك يضع قدمه في نار جهنم يوم نار جهنم تنادي هل من المزيد هل من المزيد هل من المزيد ما حد يقدر لها بذاك الوقت يعني تستفحل ما حد يقدر لها بس ربك فربك يدوس بيها يحط رجلة بيها يقل لها سكتي هذا في صحيح البخار ومسلم أما أنا لا تعالى الله ليس كمثله شيء اينا بس يعني هو ربي اللي يصف فيه نفسه الله اللي يصف بيه نفسه نصدق فيه اللي جاء في القرآن ان مثلا ان الله عنده يد خلص نصدق ان الله عنده يد طيب خلص اذا ليش مصدوم من البداية تقول لي ليش مصدوم يعني انت ما شاء الله لا بس انا هل أنت تؤمن بهذا الشيء لو الله وصف انه قال في القرآن انه عنده هذا الشيء هل أنت تؤمن فيه وكلتا يديه يمين اثنين يدينا يمين صاح ايه نعم اينا هذا غير رب هل انت تؤمن بهذا الشيء اي نعم مؤمن بتفسير بتفسيري امك ابو موسى الاشعري اللي كان يركض مصلخ على عائشة علمش لوني جامع مرته هو فسر لك القرآن قال لك وكلتا يديه يمين يعني ايديه اثنيناتين يمنع مننا ما عنده ايدي يسره مو مشكلة انشد له وحده اما بتفسير الائمة المعصومين قالوا هذه تعبير مجازي كلتا يديه يمين اي انه اكرم الكرماء مثل واحد يقول له عاشت يمينك تسلم يمينك الله مضاعف بكرمه فهذا تعبير مجازي كلتا يديه يمين اي انه اكرم الكرماء مو ايدينا اثنيناتين يمنع صديق شذيب نعلع لابو موسى الاشعري اشتعل الصفحة اكرمه عمي لعبوا بكم لعب عمي عمي نظروا دي ربكم نظروا دي ربكم نظروا دي ربكم عمي انت ارسم ربك ارسمه وشوفه تقتنع به رب عنده ايديان اثنين يمنع ادري شنو يعني شنو يعني بربك يعني هذا رب بربك هذا رب لو زومبي صدك تحشت الشاقة والسبب مو بيك اخوية السبب اللي فسر القرآن عندك انت تدري منو فسر القرآن والله فسر القرآن اللي ما يعرف غسل الجنابة كان يطب على عائشة يقل له الزوجة مرت نازع ملابسها شا سوي له تحلمه تحلمه شون يسوي الختان بختان هذا فسر القرآن اللي ما يعرف الوضوء عندك فسر القرآن اللي ما يعرف التيمم عندك فسر القرآن فسره والقرآن وهم كش ما يعرفون فجعلوا من الهك زومبي تعال اقرأ اله الاعمى المعصومين تعال اقرأ اله الخلفاء الراشدين الاثنى عشر تعال اقرأ اله الصادق اله علي اله الحسن والحسين تعال اقرأ اله تعال اقرأ اله المهدي اللي السبونا ما عاجبكم تعال اقرأ اله الحسن العسكري اقرأ عنه شوف هو شنو يعتقد بإله شنو إلهة ادينا تيمني يسره طالعات من عورته طالعات من قصته وين ارأيدينا اقروا عنه هذا رب هذا تعابير مجازية العرب كانت مشهورة بالتعابير المجازية معروفة يوم يكشف عن الساق يوم يكشف عن الساق تروح الى عكرمة عكرمة اللي عائشة تقول إنما معه مثل هدبة الثوب هذا يفسر لك يوم يكشف عن الساق الله يطلع رجله هذا توحيد تروح للأئمة الأئمة الخلفاء الراشدين ذولة ذولة اللي تكفرونهم تلعنوهم والسبونهم وسبون نسوانهم وعماتهم هذولة يقول عمي عمي يوم يكشف عن الساق أي أنه يكشف عن شدة الأمر كما يقال بالحرب إن فلان ابن فلان كشف عن ساق مو يطلع يده ويركضي حارب كشف عن ساق أي أنه قاتل بقوة أنا أترك هذا الرب أبو التعابير المجازية وأروح الرب ومطلع رجله عرض أزياء نظروا نظروا الربكم أخي نظروا شوفوا ربكم شنو موضوعه شنو أصدق الجاي بالقرآن هو القرآن من يشرحه يا هاي المعركة اللي ما ملتفت إليه للأسف صار 1400 سنة ما جاي نبهوكم أن القرآن ما يواحد يشرحه ما يشرحه محمد محمد حسين الطباع طباعي صاحب تفسير الميزان لعنة الله عليه وعلى أصل الزنديق ما يشرحه هذا ولا يشرحه البخاري ولا يشرحه مسلم ولا يشرحه معمم شيعي ولا يشرحه عالم شيعي ولا يشرحه عالم سني القرآن لا يشرحه إلا المعصوم من فسر القرآن برأيه فقد كفر قول الإمام الصادق قرآن هذا فيه سبعون بطن كما قال أمير المؤمنين يؤول على سبعين وجه من اللي يعرف الوجوه؟ منه؟ اللي بيعته كانت فلتة وقال الله الناس شرها انظر انت انظر انت تعتقد برب شوف ربك هذا من وين ما أخذه؟ ما أخذه هؤل لذول اللي كانوا يركضون على عائشة ما يعرفون ما يعرفون كيش ما يعرفون؟ ايه نعم بس أنا أود أن نركز على يعني نقدة الرب أو نقدة الرب هو الآن أنا معك في نقدة الرب هذا هذه أنا الآن ضربت لك مثال يعني انت لاحظت بالكلام يوم يكشف عن الساق وكلتا يديه يمين الأئمة المعصومين قالوا هذي تعابير مجازية مو يطلع رجلة عرض أزياء واحد يممكن يخترب رجلة ويروح يصعد للمقامة والأعلى شنو الله يطلع رجلة تعالى عن هذه لا تدركوه الأبصار ليس كمثله شي الله عرجلة طلع رجلة شنو يطلع رجلة يحط رجلة بالنار النار الصيح وما أحد يقدر إليه شنو حجات أكو عندي محاضرة أنا نصحك تسمحها أخي كريم موجودة بيوتيوب اسمها الفرق بين رب فاطمة ورب عائشة شوفها بس اكتب اكتب باليوتيوب الفرق بين رب فاطمة ورب عائشة شوف رب فاطمة منه وشوف رب عائشة شنو شوف رح تستمتع وإذا عندك إشكال تصل بيه معزز مكرم اي نعم بس أخي أمير أنا عندي تعليق طيب تعليق على السوق نفس الموضوع اي نعم عن الموضوع تفضل يعني أنت الحين اللي كلام اللي تقوله أن كل التعابير طيب كل الصفات اللي أعطاها يعني صفات مثل يد رجل في القرآن طيب أو ما نبعد عن سنة في القرآن طيب كلها تعابير مجازية من أولها لأخرها لأنه ليس كمثله شيء أخي ليس كمثله شيء نعم افتهم أخي الأصل ليس كمثله شيء الأصل لا تدركه الأبصار هذا هو الأصل هذا أولا ثانيا التعابير اللي موجودة بالقرآن أخي من يشرحها؟ شحرور وبربور وكيالي وميالي وعيالي منو يشرح؟ لا مولاد خلينا غرد أدوس عليهم تعرفوا التمين وأقصد منو يشرحها؟ لا هنا منو يشرحها؟ كفي لك الله ذول نصم بعدهم بالحفاظات أصلا بعدهم هو عمره ستين سنة بعده بالحفاظات شنو ذول حتى يشرحون قرآن شنو؟ منو هو؟ ويطلع أشياء وأسرار واو وحيه ودرج قضرت جنابهم سألوا القرآن لعبة حيه ودرج مثل هذه لعبة الأطفال شنو قرآن لا يشرحه إلا أهل القرآن منو أهل القرآن؟ من الذين ربطهم محمد بالقرآن؟ أنا أسألك منو؟ الصحابة؟ كيف؟ إيش سؤال؟ من الذين ربطهم؟ من الذين ربطهم محمد بالقرآن؟ إيش قصتك بالربط؟ ربط قال لن يفترقه الله يعني القرآن يعني الله حظه كيف يربط بأحد؟ أو الرباط هو هاي الكارثة اللي صارت اللي أنا أريدت أطلع من الإسلام إن شاء الله أنا وياك نطلع السور زين؟ ركزوا إياي هي هاي الكارثة اللي صارت أنا والله أخوي أخوي مثلك هم دخلت للإسلام جديد وقلت إحنا فقط قرعان 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 حسبنا كتاب الله كما قال عمر لكن يا أخوي أكتشفت بالروايات الصحيحة في صحيح البخارة ومسلم إنه الله ربك أمر نبيه يربط القرآن بأهل البيت قال لن يفترقه حتى يرد علي الحوض القرآن وإترتي أهل بيتي أنا شخصيا قلت بعد خلاص أطلع من الإسلام زعلت أنت شنو رأيك تطلعوا إياي كيف موزعلون من السمعون أهل البيت ويا القرآن شونا ستذبت كلمة قلت لا ما يصير بس القرآن ما يصير بس القرآن ما أنا الآن جايك أنا الآن جايك أعاتبك ليش ليش الله يربط القرآن بأهل البيت ليش إيش دعوة شيني هالمغالات هاي غلو أعوذوا بالله لا يعني مش غلو ربطهم شنو هذا الربط القرآن معصوم أخي هل أهل البيت معصومين مكرم أهل البيت هاي مكرمة مو طبيعية أخي كريم القرآن كلام الله عزل الله عزل الله عز وجل كيف القرآن كلام الله عز وجل أين فشون يربط بناس عاديين بشر مثلنا ما يصير أخي احنا نحن للتوحيد ما يصير هذا كلام مو صحيح الظاهر هاي الرواية الظاهر هاي الرواية موحد يعني. لا شيء مو موحد. كافر. انت تدري وانا. كيف كيف. لا تغير الموضوع. خلينا بالآن هذا. الآن الله ربط القرآن بأهل البيت. ايش دعوة هالغلو هذا ليش. لا مش خلو. ما يعني ما يعني ما تكون داود. اذا هو في الصحيح صحيح بخاري. لا مش خلو. اذا مو. طيب. طيب شنو هذا ليش ربطهم ليش. ما هم ناس عادية. مكرمة. 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 طيب خلاص. اذا اذا هم ناس عظام. من عظمتهم. ربطهم والله. بالقرآن. اذا نروح لهم هم يفسرون. اينا. جيد. اينا. وين تفاسير اهل البيت. عدكم في كتبكم والتفاسير. وين. طيني. لا لا. انطيني لا. يلا. طيني. قرطبي برطبي. رازي. ابن كثير. ابن هواي. ابن قليل. طيني يلا. عريد تفاسير اهل البيت. طيني. اينا. لو تسمح. القرآن. اغلبه يعني. لا يحتاج التفسير. اغلبه. كلام نفهم. اخي كريم اخي كريم. هذا مو صحيح. اينا. لا مو صحيح. لا مو صحيح. مثلا الحمدلله اذا انزل على عبدالله. مو صحيح. لا مو صحيح. لا 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 لا. كلام مفهوم. مو صحيح. انت الان جاي تطعنب علمائك. علمائك سهرة والليالي. كيف. علمائك سهرة والليالي. الفوا اه مجلدات حتى يفسرون القرآن. وانت الان. وانت الان. وانت الان جاي ترميهم بالزبالة. ما يصير. لا لا. وبعدا هاي التفاسير جاءت عن التابعين. والصالحين. والصحابة. اللي هم. بعقيدتك يفتهمون القرآن اكثر منك. تنكر. اكثر. اكثر. لا ما انكر. خلاص. هذا التفاسير. اي لا. خلاص. افن وين تفاسير اهل البيت. اللي الله ربطهم بالقرآن. ما هو مي يعني. هو ربط هل هو اهل البيت كلهم. النسر الكامل. اخي كريم. انا وياك. انا الان مسلم سني موحد. انا وياك. انا مسلم سني موحد. حلو. ولا يكون السني سنيا حتى يبغض عليا قليلا. انا وياك. ربنا. 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 من ربطهم بأهل بالقرآن. المفروض ان يحط لهم تفسير. صح ولا مو صح? لو علي كتب تفسير اكيد يكون. اذا. 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 علي مربوط بالقرآن. ولا يفسر قرآن. صح? لو كتب تفسير. انا اسألك. الان جدتك الكفسة. انا. علي. ربطه الله بالقرآن. ولربط القرآن بعلي. وعلي لم يفسر؟ بأهل البيت. وليس. وعلي لم يفسر. ما ادري والله يعني ذالي؟ اذا. الله كاذب. لا. 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 انا اقول لك. انا اقول لك اليش. انا اقول لك. ربط القرآن. ربط القرآن بصحابه جليل لا يعرف تفسيره. واضح ربط القرآن بصحابه جليل لا يعرف تفسيره كلام واضح ربطهم بأهل البيت دخل صحابه ربك ربط القرآن بعلي وعلي عندك لا يعرف تفسير القرآن هذا غلط وين تفسير علي للقرآن لا يوجد لا يوجد يعني علي من فسره القرآن هذا يعني علي لا يعرف القرآن طيب ليش الله يربط ليش الله يربط بالقرآن طيب أنا أقول لك أبو بكر عمر ما عنده تفسير أبو بكر الله ما ربط بالقرآن حبيبي عيوني أنت منورني منورني حبيبي اسأل علماء كلهم أصعد على الكعبة وصيح قولوا لهم هذا السؤال طرح علي القريشي يقول الله في صحيح البخار المسلم ربط القرآن بأهل البيت بعترة النبي وربط عترة النبي بالقرآن وقال لن يفترق وين تفسير أهل البيت إذا قالوا لك لا يوجد لهم تفسير فإذن ربك ربط ربط غلط ربط بمن لا يستحق القرآن فيه علوم ربطه بمن لا علوم لهم وإذا قالوا لك عندهم تفسير ولكن ما موجودة عندنا إذن كذبوا عليك عداوة بأهل البيت هنا أنت لازم تراجع حساباتك خلص شكرا إليك شكرا إليك شكرا إليك